وبالانتقال إلى السودان أعلنت وزارة العدل السودانية اليوم الخميس أنها وقعت اتفاقا في واشنطن مع أسر ضحايا تفجير المدمرة كل التي تعارضت لهجوم قبالة ميناء عدن اليمني عام 2000 وأكدت الوزارة في بيان وزعته على وسائل الإعلام أن الاتفاق تم توقيعه في السابع من شباط فبراير الحالي دون أن تذكر مبلغ التسوية مشيرة إلى أن الاتفاق جزءا من جهود السودان لشطر اسمه من قائمة الولايات المتحدة للدول الرائعة للإرهاب